السلام عليكم اخواني واخواتي اليوم ان شاء الله سنشارك معكم اغداتي انا ولداتي مهم اغداء سريع ولكن يجي لديد بزاف ستقوني هالطريقة يجي لديد بزاف ما يمكنش تشوفي اوكلات بحال هكا سراعين وبساطين وما تجربيهمش اكيد ستكونوا مجربين وصافاتي وكيعجبوكم انا اي حاجة صيبتها وكان بغير شاركها مع الاخوات باش حتى هم يستفدوا منها والله ما كنبغيش نبخل عليكم تبشي حاجة الا لكنت مريضة ولا مشغولة دكشي علش ما كنشاركش معكم وراكم عارفين دبالظروف ديال المدرسة وديال الوليدات مهم الوقت كيكون قليل بزاف بزاف وخاكا كنحاول نشارك معكم الوصفات ديالي اغداء عشاء مهم وصفات ولا حيال مهم كنبغي نشاركو مع الاخوات وتاهم ما كيبخلوش عليا بتشيعة ديالهم والبرتاج ديالهم ليا كنقول لكم يا ربي تحفظكم تنتمو وتعطيكم ما تمنيتو اليوم ان شاء الله غادي تشوفوا الطريقة كيفش وجدت هذه الاوكلة هادي كاتجي خاطيرة في الماضا غادي تجربوه غادي تولي حتى انتمو ما معتمدة عندكم في وصفاتكم انا اجت هنا يا جوج طريفة ديال ديال دجاجها كنس دجاجها قطعتهم اضفتهم زيان الاخوات وقطعت هنا البصلة انا بغيت موين شوية ضغميرات شهيد ضغميرات في الصراحة وقلت غادي ندير اليوم بجاجها كم ضغمير كي يجيب موين بهذه الاوكلة هادي كاتجي غزالة بزاف والله دائما كنحضرها وكنديرها بطريقات مختلفة والله اخواتي لا دائما كنوجد بزافة الوصافات غير مع الوقت كنكون بعت المرة مزروبة ودك الشي علش ما كنشاركش معاكم موين انا راني درت ديك البصيلة في طنجرة ودرت عليها دجاج ودقيت هنا يا القصبر والمعدنوس والثومة والملحة دقيتهم هاكا في المهيريز وصافي اخويتهم في طنجرة ديالي وعندي هنا الليمون مسيل زولت انا غا دك اللوب ديالو لدخلاني صافي ودرت عن دك الليمون مسيل قديم الاخوات صافي وضفت علي دك الدجاج وكنضيف سكينجبير والإبزار وكنضيف الخرقوم موين تتوى بل ديال العطرية هما هادو وكنضيف الزيت هادو كيجي مقلي كيجي غزل بثاف موين جربوه اكيد غدي يعجبكم والاخوات اللي دائما دائما كيجربو وصافاتي راهو معار في الوصافات اي وصفة جربتها ان شاء الله غدي تنجح معاكم صافي غدي ارد ديك تنجرة حتى كتتقلى ديك البصيلة ديالنا كتنزل صافي كتتقلى ديك البصيلة مزيان وكتدخل ديك العطرية في الدجاج ديالنا عدىك ساعات كان مرق مهم كان مرق غي كن مرق غدي كون غير في المال اللي غدي طايب لا تدر ش مرقه بضافة احوات لها ضغي كي طايب جاج راطب الله ضغي كي طايب صافيشتو انا درس اي لمرقه بحلي غير درق دك ادجاج وغدي نقفل عليه على نار تكون مهيلة وغدي نخلي حتي طاب ان شاء الله سوف نحضر القرعة معسلة قرعة معسلة التي نرافقها صدقوني تأتي غزالة مهم القرعة دائما نستفيد منها لا نستفيد منها مهم تاييرها فيها واحد الفوائد عادي دل صحة ديالكم مهم تتخلي فش تأكلوا قرعة غايف سكسو وبعد الوصافات مهم نستعملها أنا تعجبني هكما معسلة نستعمل كمية كثيرة الأخوات كنحتفظ بها في مجميد كتسقى غزالة من طيب والدجاج ديالكم محمر وهذا راها كتجي احتف مناسبة الأخوات احتف مناسبات يمكن لكم طيب والدجاج محمر ودينو بها كتجي غزالة بالسف مهم جربوا الأكلات اللي كيكونوا مالحين كتديروا مالح وحلورة كي يجي غزال بالسف مهم أنا نقذ القرعة ديالي هكا مهم أنا اختيت غايف هذا سفي غالي غادي نستعمل مهم قشرته وحيت له ديك القشرة دياله سفي وكننا قطحها كمربعات وغادي نديرها في الكسكاس ديالي مهم ديرونتم الطريقة اللي غادي تسهل عليكم الأمر في التقطاع مهم هاد القرعة تباك الله جاية صامتة وجاية غزالة 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 بالسف والله هادي بسكسو كتجي واعرة وحتام عسلة كتجي غزالة بسف صفي أنا قطعتها كامل وقد قطعتها كامل وقد قد نديرها الطريقة مهم جدني سهلة كضايا ضايا مهم جربوا بغيت وتقلوها مع عسلة غيبوا حديتها تعسلوها ولا تشرملوها تديروها بحال هاكا تديرو لها شرمولا ديال الحوت مهم انا قد تلما شاركتاش معاكم انا كنعطيكم طريقة تجمعوه شرمولا بحال ديال الحوت وديروها تتبخر سفي وكتديروه بحال يكديروه زعلوك الأخوات وكتشرملوها كجيل دياله بسف والله كجيل دياله مهم صوبها لذاتكم والأهل ديالكم صافيك نقطحها انا يا كاملة وغاد يردها ان شاء الله غاد يردها تبخرتها هي تباك اللارة ضغيكة ضغيكة طيب ما كتتاخدناش بزاف دلوقت ونرجع معاكم هنبعد ما طابت ديك القرحة دياليش تباك اللارة ضغيكة طابت ماخدت ليش واحد دلوقت مع الججران راد دهكي طيب هي راد ضغيكة طابت صافي غاد ينخويه في هاد الكسرونة هادي وغاد ينضيف عليها السكار بالنسبة للحلاوة تبقى على حسب الدوق ديالكم بغيتوها جيكم حلوة بثاف انا كتتعجبني جيها كم عصلة جي حلوة هكا كجيبنينة سوف نضيف عليها القريفة ومسيتها لأخوات مادرش معاكم هنا الزيت كنديل واحد شوية الزيت سوف يقردها تعسل هزوهم ديك الضغميرة اللي ستتضغمروا بها الطنجرة ديالكم ديال البصيلة او خوو عليها شوية ديال زيت العود وشحروها مزيان حتى غادي تشحر غادي تبقى انتمان مويمة انا معاستها بعدها بهاد المعاسة ديال البطاطا سوف يبقيت هكاك انا معاستها راتباك الله ضغياء كتنزرها طيبة سوف يودك ساعتك تسهل علينا كنبقى نحركوها كبديك المغارف هذا الخشب حتى كتتعسل حتى كتترجع مذهبة ضروري تبقى تحركوا فيها تحركوا فيها مويم حتى كتتعسل ما تخلي واشا الاخوات وما تحركوا اشرا غادي تلصق لكم حتى كتتعسل حتى كتتعسل وكترجع غزالة والله كتجيبني نفسها مويمة انا كتعجبني دائما كنحضر الرافق هكا مع الجاج محمر واللحم هكا مويم كتدروه فوق منه كتجي خطيرة وحتى نجال حتى والبنات نقل هكا وكتعسل وكتديروه من فوق الجاج محمر هكا مع القريعة كي يجي غزال مويمة هكا هذه القريعة لاني عسلتها وبقيت كنحركها حتى عسلت دابا غادي ندوزوا باش غادي نصبوا الغداء دياننا ودرتو تتوى تحمر في الفرن كيف ما باليكم راني حمرته في الفران حتى تحمروا الذهب وذيك الضغاميران بقيت كنحركها حتى الضغامنت مويمة بنينة والله كي يجي لديد مويمة الأكلة هكا كي يجي والدادين غير جربوا من شاء الله خلطوا المالح والحلو كي يجي زوين كيعجبوني هكا المملاحات والحلوية مالحين والحلوين كيعجبوني بالصراحة وبالنسبة للفريت راني قطعتها بحدش بسى الأخوات ودرتها غير في الفرن راني منزلكم طريقة كيف تحضروا الفريت ديالكم بيدو ونقالي أنا راه من زمان الأخوات تدري لها تيزة عطار وشويه الحارة نسموها وتخليه تقرمش في الفرن البناتر هكا تجيب حل شبس تجي غزالة بسى إن شاء الله شي نهار يكون عندي الوقت إن شاء الله ونشاركه معاكم ومويم أنا كنقول لكم الطريقة كيف تديرونيها وصافي سوف يكون مقنس ديك القريعة ديالي اللي عسلت وكنديرها فوق ديك البطاطا وكنديرها بفرشيطة هكا مهم صدقوني هاد الأكلات كيجي ولدادين وكيجي وبنانين وإلا كنتم مجربين وصفاتي خليوا ليشي كومنتر زوين وما تبخلوش عليا باللايكات وتشجيعات والبارتاج للقناة وبسلام عليكم إلى فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله